القصائد طبعاً اسمعناها واسمعناها الشعارة واسمعناها هذه بالنسراج الله يبيض وجهه والسامين والنشام اللي ينشده ولا يبغي يبتنع عليهم القصائد الطيبة والثنى والثنى والمدح لا تجده في رجال يستحقون المدح يطيع حتى الشاعر يطيعه القاف ويطيعه وأنا أقول هاي قسيلة من حديثة على الرديان مال وانبغيت عدله قالت حروفه بدأ ومدحت الكوفه ويطلع على روس الجبال يتجه في منطمية على قمة ضده ما يستدل لازم الله الشجاعة من الرجال واحد الرأسه من الطيب يقدح ما هدى صامل نوافي ويقدر ولمن قال طال وانزهمته في لزوم من على الدنيا عدى والله اني لم دح كل مجاله مجال كاس بالعليا حريب الردى واهل الردى ذاك بن همدار رجل المواقف الثقال سيرته عطره وبطيب ما الحق له مدى يا محمد فيك شعري نشا منشا الخيال يستهل يا محمد فيك شعري نشا منشا الخيال تلعب بروقه وجاله على الدنيا صده قنف واسم ما يمره من الوديه انسان وبعد عاما في ثرى الارض يبقى له ندى اتجه لك من ديار الجنوب ليا الشمال بارقه يلعب ورعاد يوده ما هدى وانت بحرم فيك الامواج والريزلال واطيب خياله اللي يجعله موجك غدا مدحة الطيب لمنه تجمع الرأس مال وانت من قوم انت جن المضارب هالعدة المرة محزم الكرب وصفوا في القتال فزعت اللي ما بقاله على الدنيا جدا جيش عزه وقوة للعرب مضرب مثالي امكان السيف مجرود والخيلة حدا فعلهم يعرف بماضي الزمان ولا يزال وانت منهم يا سيل للفخر شبل الهدى وبن همداني يستاهل وانتوا تستاهلوا ونفتنى وكلكم اشتركوا في القناة